قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يحبون خمس وينسون خمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون القصور وينسون القبور يحبون المعصية وينسون التوبة فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء والموت الفجأة وجور الحكام هل تعلم لماذا فرض الله عز وجل الصلوات الخمسة في أوقاتها المعروفة؟ روي أن جماعة من اليهود جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا بين الأنصار والمهاجرين وسألوه يا محمد نسألك عن كلمات أعطاها الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا لنبي مرسل أو لملك مقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله فقالوا أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله على أمتك فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر من دون الله قالوا صدقت يا محمد وأضاف أما من يصلي الفجر أربعين يوما في جماعة فإن الله يعطيه براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق أما صلاة الظهر فهي الساعة التي تسعر فيها جهنم ومن يصليها يحرم الله عليه لفحات جهنم يوم القيامة وصلاة العصر هي الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة ومن يصليها يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وصلاة المغرب هي الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم عليه السلام ومن يصليها محتسبا ثم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أما صلاة العشاء فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة ومن يمشي في ظلمة الليل إلى صلاة العشاء يحرم الله عليه وقود النار ويعطيه نورا يعبر به على الصراط خاب وخسر من سمع اسم الرسول ولم يصل عليه شارك في الخير الدال على الخير كفاعله اللهم صل وسلم على رسول الله